بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين والصلاة والسلام على الاشرف المرسلين اما بعد. النهاردة معنا ان شاء الله فكرة بسيطة. ناس كتير جدا طلبتها مني على القناة وطلبوها مني برضو على الواتس. وحبيت لنفذها الفكرة طويلة شوية معلش هتستحملوني بس في الاخر هتطلع حاجة كويسة جدا بازن الله. هنجيب صانية كبيرة باح نحط فيها راملة هنجبس الراملة. طبعا الراملة ده بيكون طري يعني بيكون على المية لو الراملة ناشط بتحط عليه شوية مية وبتبدأ تخليه بنفس الشكل ده. وبتفرده في الصانية بحيث ان هو يكون متساوي جدا وباي حاجة مثلا خشبة او اي حاجة زادية وبتبدأ تساويه بحيث ان هو يكون متساوي يعني ما يكونش مميل من هنا او في زيادة او كده. بيحط عليه اي حاجة وبتقلبها. بعد كده بتشيل الصانية دي بالراحة. وبعد كده بتعمل اسمانت لباني او اسمانت صافي اسمر اللي هو اسمانت صافي بدون رمل خالص. بيكون معك بنفس القوام السهل ده. بتبدأ تفرده. بنفس الطريقة برضو. بتهل الموضوع سهل بازن الله. وعملناك كتير يعني الاسمانت والشغل ده. الناس المتابعين اكيد طبعا فهمين الموضوع ده كويس. بتفرد بنفس الطريقة. بعد كده بتبدأ تخربش او تعمل تشريح بسيط كده. بعد كده بتجيب سلك. اي وفضل يكون السلك كله يعني قطعة واحدة ما يكونش قطعتين زي ده. لان دي وانا بعملها اكسرت فاخدوا بالكم من النقطة دي فبس ما كانش عند السلك ده. فياريت اللي هيعمل او هينفز يكون السلك كله قطعة واحدة ويكون اللي هو السلك المربع اللي هو الفتاحات بتاعته مربع اللي هي الواسعة شوية عنده. بيكون سلك اقوى من ده. وتبدأ تفرد عليه الاسمانت اللبان بتعمل طبعة تانية. والسلك ده لازميته يا جماعة بيبقى زي نوع من التسليح كده. بيعمل ربط بين الجزئين او ربط بين المجموعة الدايرة كلها. تمام بتفرد بنفس الشكل بحيث انها تكون متساوية جدا. يا رب يكون الموضوع بسيط. هي الفكرة هي حكتين يعني قطعتين يعني عشان ما التهوش. يعني الفكرة بتاعت النهاردة هي قطعتين قطعة تحت وقطعة فوق. بعد كده بتجيب اللي هي العلب ديت. آآ علب الايس كريم. بتملاء سمنت. بتعمل الاربعة وبترسسهم كده. تمام. بتعمل الموضوع كده سهل لحد دلوقتي يعني. وهي الفكرة كلها بإذن الله كلها سهل. بتجيب بعد كده قطعة خشب زي دي. ما عندكش قطعة خشب ممكن تستخدم قطعة كرتول ما فيش اي مشكلة. بس طبعا مش هتحطها على حاجة زي دي هتحطها على كيس بس. او مفرز زي ده مفرز بلاستيك بس. وبتبدأ تفرد عليها برضو اسمنت لباني. دي القطعة التانية يا جماعة اللي انا اقولت لكم عليها. رمعنا كده قطعة. القطعة اللي هي اللي تحت. ودي القطعة اللي فوق. طبعا بتعملها بالشكل اللي حضرتك عايزة او اللي نسبك. دي بقى السلك اللي انا اقصده اللي انا كنت المفروض اجيبه في التانية. فانا طبعا لما عملت التانية وعملت معي كده فجيبت السلك اللي هو ده. السلك ده محمل شوية وبيكون كويس. مش بينتاني بسهولة. وبيعمل ربط كويس جدا بين الكزين او ربط بين القطعة كلها ببعضها. بحيس ان انت لو شلت من مكان من مكان ما تتكسرش. تكون كلتها يعني كلها قطعة واحدة. تماما بتبدأ تفرد بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها ديت. وبتعمل تخاريم ايه في الجنب في في الناحية اللي هي لاي ناحية منها طبعا هما ناحيتين زي بعض. بتعمل هي تخاريم بتحط في ها شفطات او بتحط في اي حاجة. بتكون معاك بنفس الطريقة بعد كده بتحط روش اسمنت اللي هو الاسمنت الصافي. عشان تشد بسرعة عشان ايه? عشان تشتغل عليها على طول. بعد كده بتحط اسمنت اي حاجة دي بالنسبة للنوطة دي. وبعد كده بتفرد اللي هو الفيل. بتغطعه طبعا بنفس الطوب اللي انتم شايفينه ده. وبيركب بنفس الشكل. طبعا مش بتستخدم هنا مسدس الشامع لاني انا جربت ان الاسمنت بيبقى احسن من مسدس الشامع. يعني بعد ما بتنشب بيكون اقوى جدا من مسدس الشامع او من الشامع يعني. خصوصا لو الاسمنت ده اسمنت صافي بدون رامل. طبعا يا جماعة الفكرة هيت موجودة واي حد ليه اي سؤال اه في اي حاجة ايتفضل يسألني في الكومنتات وهرد عليه. اي حاجة مش واضحة. يريد تسأله او انا هرد عليكم باذن الله. يمكن انا مش برد على بعض التعليقات بس اي تعليق بيبقى في سؤال طبعا حتى لو انا بقى شغال اه برد عليه لان يعني بتوقع ان حد يكون شغال او عايز ينفذ او كلام من ده فبستولى التعليق ده معلش يعني ان انا في بعض التعليقات مش مش بقى لحق عليهم مش بقى بقى فاطر. تمام بتقليبها بنفس الشكل وخلاص. دي يا جماعة الخرطوم بتركب في الخرطوم. الخرطوم ده بيجي مع المطور هوريكم دلوقتي المطور ده بيجي منين وتركيبه ازاي والطراءة الصحية لتركيبه كل حاجة. بعد كده بنستخدم الاسمنت والفل. هي تعتبر الطراءة كلها ايما على الاسمنت والفل اللي معنا ده. اي فل بقى باي حجم عندك اللي هي لحجام العشوائية اي فل عندك هي يشتفل مفيش مشكلة. بتبتع بتعمل زي صخرة او 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 اللي هي الصخور الصغيرة دي احس ان هو اديك شكل حقا ان هي صخر وبعد كده بتتزبط بيتبان كلها. طبعا بتبدأ تعمل احجام صغيرة برضو بحيس انها بشكلها شوية مشكلها كويس. والططع الزيادة اللي في الخرطوم. وخلاص بتبقى بنفس الشكل ده. بتبدأ بقى تغفاها وتمحرها من برة. او تسويها بالاسمنت. طبعا باي قطعة بلاستيك الصغيرة كده بتبدأ تسويها بنفس الشكل. بعد كده بتعمل فعل اه شغل الاحجار ده في الاول وهي طرية وبعد ما بتنشف شوية بتبدأ تقوط الاحجار ده عشان بشكلها كويس. طبعا في الكلام ده في القطع تيه مش في قطع واحد. خلاص دي فكناها وشيرنا منها الرمل. هعمل بقى طبعة جوه كمان بحيس ان هي تكون ايه قوية جدا يعني قوية و متصربش اي مية او اي حاجة. طبعا الطبعة اللي جوه دي مهمة جدا ضروري يعني. خلاص انا عملتها هوت ببدأ سويها بقى بالمسترين. او بسوها بقى اي حاجة متاحة. طبعا بعد كده بجيب قطعة بلاستيك. عندك قطعة بلاستيك زي ديت. ما فيش مشكلة ما عندكش ممكن لو حتة من جيرك انت قطعها. انا بعملها زي نظام كبري صغير. بحيس ان هو في الاخرة بشكله جميل جدا. ارجو للناس تتابع الفكرة معانا واي حد عايز زي ما قلت اي حد اللي سؤال هيتركه انا بازن الله هجواب على كل حاجة. بعد كده بتعمل الدربزين او الصور بتاع الكوبري. طبعا باستخدام الفل برضو. والامير ما عندكش امير يستخدم الفل والشامع. بس يفضل امير لان اللي تحت بلاستيك. وبعد كده بتتهينه اللي هو الاسمانت صافي. اسمانت بدون رقم. خلاص دي اه بعد ما نشفت حطت فيها اسمانت صافي برضو. اعمل فيها حاجة برضو هنا كويسة جدا. حاجة حلوة. بتبدأ تفريطها وبتبدأ تعملها زي موجة. بس موجة مش بالالوان لا موجة بالاسمانت الصافي. خلاص بعد كده بتبدأ بقى تعملها زي ما عملنا التانية عملنا ديت. وبعد ما بتنشف شوية بتبدأ تحديتها برضو وتسويها. وبعد كده بنتين الدهان البلاستيك اللي احنا متعودين عليه اللي هو دهان البطانة. دهان البطانة ده ضروري جدا يا جماعة بشغل الاسمانت. لانه هو اللي بيتجهز الشغل اللي التشطيب. بعد كده ده اللي في النص ده انا بتهينه زيت عشان خطر برضو ايه? يحافظ على الاسمانت. اه يحافظ على الاسمانت بالمية يعني. بتهينه زيت ابيض لول طبعا انا ما ورقكم الصورة دي بس انا عملتها كلها بنفس الشكل. وبعد كده بتهن العالي او الموجة اللي انا عملتها بالاسمانت الصافي. ما تهنها بالنزر. خلاص كده احنا في مرحلة التشطيب كده بنبدأ نشطب بقى اه الشغل ده. ده دهان ماي بتبدأ تتهن اسود عشوائي برضو. يعني مش بتتهينه كله بحيس ان انت لأ بتتهن اسود برضو. بتزود الاسود شوية وبتهنه. بعد كده بتدخل الالوان طبعا والانطباع اللي انت عايزه بتشتغل عليه. انا في معظم شغلي بحاول دايما ان انا حط الالوان في مكانها الطبيعي. يعني الحاجة الطبيعية بتاخد اللون بتاحها الطبيعي بيكون انسب وبيكون احسن يعني. ولكن كل واحد طبعا نقول له راحته في موضوع الالوان. اه الالوان ديت يا جماعة اللي هي الالوان القورة طول. الناس برضو اللي ما تعرفهاش والناس اللي اول مرة تدخل. ده غيرة يا جماعة حطت عليه لون سود غيرة حطت عليه وحطت عليه شوية كده بحيس ان هم يعملوا زي الاسفلت وحاجة زي كده. بس الاسف الوقت اخدنا يعني لان الفكرة دي اخدت معي والله يا جماعة اخدت معي حوالي خمس تياب. لان الجوي بارد فالشغل الاسمانتي مش بينشب بسهولة يعني. بياخد وقت. فالفكرة ديت طويلت معي فما لحقتش اشايك عالشغل كويس. فعزروني. ده المطور يا جماعة المطور ده اه الف واط. المطور ده شغله سهل جدا هو مخرج ومدخل. يعني المدخل ده اللي هو الواسعة ديت والحطة اللي فيها بوز ديت هي اللي بتطلع مية. هركب الحطة اللي فيها بوز ديت هركبها فين? هركبها في الخرطوم اللي معانا. طبعا كلنا عارفين الخرطوم ده اللي احنا ركبناه في الاول خالص. او اللي احنا عملنا حسابه. وخلاص ديت سيريا او اه او اللي هي بتاع اضاءة فرع اضاءة بتجيبه طبعا هو بيبقى معزول ولكن الجزء اللي فوق خالص او الجزء اللي في الطرف ده بتعزيله بسيلكون او بتعزيله بشامع بحيس ان هو ايه? ما يطلش المية. وبتخليه برا يعني بتخلي البوز بتاعه فوق. بعد كده بنجيب الزرع اللي معانا ايا كان بقى الزرع اللي احنا عايزين بنحطوه. ولكن طبعا ديت الفكرة ديت ايه يا جماعة يعني عايزة زرعة طبيعية. مش هينفع تعمل ده كله وهتعملها دكور. بالصراحة. خلاص بعد كده بتحط المية. بتملأ مية. وبعد كده بتبدأ تشغل بنفس الشكل ده. ده برضو يا جماعة هعمل لكم فيديو بازن الله هاشرح لكم فيه الولد هاوس ده. من كزا طريقة وكزا خامة وكل حاجة بازن الله. بس انا مرضتش اعمل اي اصوره او معرفتش اصوره. لان شغله محكوم شوية. يعني شغله عايز تصور كتير وعايز وقت كتير. وكمان عشان ما طولش الفيديو عليكم اكتر من كده لان اكيد الفيديو هيكون طويل. وبازن الله الولد هاوس ده هعمل لكم كزا فكرة ليه? بكزا خامة. بحس ان كل واحد اي خامة عنده يبدأ يشتغل بها او يبدأ ينفزها. بحد يشوفه على حال. طبع السيريا بانتها هيت اشتغلت. اه كنت برضو عايزة اعمل عالكبل ده برضو وشوية عالكوبر ده برضو شوجه لحلولين كده بس الوقت خدنا فالوقت يعني ما مساعدنش للأسف. فهي اشتغلت دلوقتي بشكلها جامل جدا فكرة بسيطة وسهلة تنفع مشروع لو الناس اللي برضو حبت تشتغل في الحاجات ديت. آه ولكن الناس اللي حابة مثلا تساوى اونلاين وكلام من ده ممكن تشتغل الفيل لبس عشان خطر المنتج ما يكونش تقيل بالنسبة للشحل او بالنسبة للشيل والتوصيل والكلام ده فممكن تشتغل بالفيل لبس ولو عاي حابين يعرفوا الطريقة في الطريقة برضو موجود فيديوهات بالفيل لبس في اه على القناة ما فيهش اسمنت وفيه برضو حاجات برضو شلالات معمولة من غير اسمنت خلص موجودة على القناة اللي حابت برضو يتابع ويشوف واتمنى الناس اللي اول مرة تدخل قناة تشترك في القناة واللايك والشير ضروري عشان خطر الفيديو وصل لاكبر عدد ممكن بإذن الله واي حد زي ما قلت لكم عنده سؤال او اي حد عنده اضافة ياريت يسيبها لنا اه في التعليقات فكرة سهلة وبسيطة يعني بالنسبة لي هي سهلة بالنسبة لي ان انا متعود على شغل اسمنت او ده شغل يعني فبالنسبة لي الموضوع ما اه تعبني شوية بس عادي يعني فيش مشكلة بس هي فكرة جميلة جدا يا رب تكون عجبتكم ما تنسناش اللايك والشير زي ما قلنا ويا ريت تشوفوا الافكار اللي قبل ديت ان شاء الله هتعجبكم وشكرا لحضراتكم جدا 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 وشكرا لدعمكم وتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة